اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اكد ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة جاءت لضمان ان يكون مسار العمل السياسي خاليا من الاستغلال الذي يسئ للانفتاح الديمقراطي في مملكة البحرين في ضل المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة ويبعده عن التطرف وينأبه عن الخروج على القانون او العمل في اطار مرجعية سياسية او دينية خارجية ويحفظه من التأفنة بصبغة مذهبية لتحقيق مكاسب سياسية بعيدة عن المصلحة الوطنية مؤكدا سمو ان كافة الاجراءات المتخذة في اطار الدستور والقوانين من خلال قضاء عادل ومستقل واشار سمو الى ان الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا بشأن المخالفي للانظمة والقوانين تأتي في سياق حزمة من المبادرات التي تكفل للمواطنين امنهم واستقرارهم وتضمن سد اية ذغرة تكون منفذا للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي ولفت سمو الى ان العمل السياسي متاح ومنظم بقوانين وتشيعات توازي بين الحرية والديمقراطية والمصلحة الوطنية ولكن البعض للأسف اتخذوا من ذلك سبيلا للعبث بامن الوطن واستقراره والعمل على التأثير على اللحمة الوطنية وهو ما لا نقبله ولا نرضاه فامن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار ولا مساومة فيهما واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بان التوجهات صدرت للوزرات والاجهزة الحكومية المعنية بان لديها كافة الصلاحيات لانفاذ القانون على المؤسسات والافراد المخالفين ولن يعلوا اي صوت فوق صوت القانون فالتطورات الاقليمية تفرد الحزمة والشدة في التعامل مع من يريد اشعال نار الفتنة والسعي فسادا في الارض وتغذية العناصر الارهابية لتنال من المكتسبات وتستهدف سلامة المواطنين والمقيمين ولن نسمح ابدا بان تكون مملكة البحرين واحة الامن والاستقرار مكانا للارهاب والافكار والايدلوجات الهدامة ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحية شكر وتقدير لكافة الفعاليات الوطنية والدينية والسياسية والاعلامية والثقافية التي اعربت عن تأييدها للاجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق الخارجين عن القانون والنظام مؤكدا أن هذه المواقف دوافعها غيرة على الوطن وحرص على أن يسوده الامن والاستقرار وأن لا يترك المجال أمام من لا يريد الخير لهذا الوطن وشعبه ترجمة نانسي قنقر